ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي اليمني وهيب النصاري سيد وهيب بداية الرئيس اليمني عبد الرمبو منصور هادي يعين اللواء علي محسن الأحمر نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة كيف ترى هذا التعيين وظروفه في هذا الوقت؟ أعتقد أنه لاقى ارتياحا كبيرا لدى المقاومة الشعبية والجيش الوطني في اليمن فالمجلس العسكري في محافظة تعز أول من رحب في هذه القرار رغم أنه قام متأخرا قليلا ولكنه سيشكل دفع كبير لتوحيد المقاومة الشعبية والجيش الوطني خاصة وأن اللواء علي محسن من أبناء مناطق شمال الشمال ويعرفها جغرافيا كثيرا ولديه تواصل كبير أيضا كان سابقا مع القبائل اليمنية التي أعتقد أنه سيغير معادل الموازنة في عملية تحرير العاصمة صنعاء خاصة أنهم الآن أصبحوا قريبين في منطقة نهم ولقى أيضا ارتياح كذلك من الشارع اليمني الذي كان ينتظر قائدا محنكا لقيالة هذه المعركة التي قربت على أن يتم تحريرها من الماليشيات وقناصر رئيس المخلوع علي عبدالله صالح نعم المتحدث باسم المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء قال أن المرحلة الثانية من الحرب قد بدأت وأن الوجهة القادمة هي استعادة منطقة نقيل بن غيلان هل تتجه الأزمة اليمنية برأيك لنهايتها بالحسم العسكري دون حل سياسي؟ أكيد أعتقد أنه كذلك أنه الحسم العسكري خاص وأن الطرف الآخر الإنقلابيين بميليشية الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على أرض الواقع لا ترد حل سلمي أو سياسي فهي تراوغ وتناور وتواصل الآن ضربها على عدة جبهات على محافظة تعزع وتواصل عملية الاعتقالات والملاحقات في محافظة صنعة وكذلك الآن تحاول تشكيل استمرارها في عملية المواقعات ورفضها أيضا الإفراق عن المعتقلين وفك الحصار على المحافظة تعز فالآن أصبع عدد التعيين الأخير الذي الرئيس الشرعي عبدالرب منصور هادي بتعيين اللواء علي محسن هي رسالة واضحة بأن الحال سيكون عسكريا وليس سلميا كون الانقلابين يرفضون أي مفاوضات قادمة نعم أخيرا إيران ذكرت أنه قد تتدخل في اليمن لدعم الحوثي برأيك هل هذا الأمر وارد في هذا الوقت وهل من إمكانية لها أعتقد أن الإيران تحاول إطلاق تصريحات توقيه رسائل للغرب أو أيضا بعد رعد الشمال التي قامت به دول الخليق في المناورة العسكرية فهي تحاول أن توقيه رسائل وتقول أنها حاضرة ولكن أعتقد لا تستطيع أن توصل أي شيء خاصة وأن منطقة اليمن أصبحت محاصرة ومطوقة من قوات التحالف وأصبح الجيش الوطنية يحقق قدما كبيرا فهي غير قادرة على تقديم أي دعم كان لغسي أو عسكريا أيضا لهذه المناطق في اليمن لجماعة الحوثي أو الرئيس المقل علي عبد الله صالح نعم وهي بالنصاري المحلل السياسي اليمني شكرا جزيلا لك حدثتنا من القاهرة ترجمة نانسي قنقر